دعونا نبدأ الفيديو بعنوان الشيخ عثمان الخميس يرد على من يطعم صحيح البخاري بداية ما في لايكات وديس لايكات وكومنتات مضفية هذا ليس جيد لذلك لنرى ما يحدث صحيح البخاري صحيح البخاري هو صح كتاب عندنا بعد كتاب الله تبارك وتعالى صح كتاب عند المسلمين بعد كتاب الله هو صحيح البخاري وهذا لا يختلف فيه مسلمان أبدا إلا هناك قول لبعض المغاربة خاصة متقدمين يقدمون صحيح مسلم على صحيح البخاري لما بيقول له يختلف فيه مسلمان هو عم بيحكي عن أهل السنة والجماعة ما بيحكي عن الشيعة وعن القرآنيين وعن المعتزل ما بيحكي عن هؤلاء الناس فسيح هذا هو صحيح البخاري ولكن المتأخرين من المغاربة يوافقون الجمهور على أن صحيح البخاري هو المقدم وعلى كل حال هما الصحيحان مقدمان على جميع الكتب صحيح البخاري وصحيح مسلم فعندما نتكلم عن صحيح البخاري الشيعة كفر عندهم نعم المقصود بصحيح البخاري هو لا لا مو كفر لا يكفرون بشكل قطعي لأنه ضلالة بعتبروهم ضالين تكفير أصدقائي لازم تعرفوا التكفير بالعقيدة الإسلامية شغلة كبيرة كتير وما له هيني أبدا مو من الشغلات السهلة فالمقول على إنسان من الجماعة أنتم من المكفرين هي إهانة كبيرة لأنه التكفير ما له شغلة بسيطة أبدا هي تعتبر خصوصي أهل السنة الأولين يعني بيشوفوه نوع من أنواع وظيفة الله أنك أنت لما بتكفر شخص آخر أنت عم تقول بأنك عم تتكلم على لسان الله أنت لأنه الله هو اللي بيقرر من كافر ومؤمن فتكفير جماعة أو شخص شغلة كبيرة كتير بالعقيدة الإسلامية مؤخرا أكيد صارت أطرة على لسانهم وهدول كافرين وهدول كفر وهدول خارج الملة وهدول كلمات يعني لكن تاريخيا كتير شغلة صعبة أنك تكفر شخص ما لهيني أبدا ما وضعه البخاري مسندا إذ سماه البخاري أصل أيضا أنه فيها قتل الكافر إن كنت كافر أنك أنت غير مؤمن يجوز قتلك أو إن كنت مرتد عندينك أيضا يجب قتلك صحيح الجامع المسند المختصر الصحيح الجامع المسند المختصر فإذن المسند انتبه لهذه المسند فصائح البخاري هو المسند المسند أي الذي ذكر بالأسانيد الذي ذكر بالأسانيد البخاري رحمه الله تعالى ذكر مجموعة من الأحاديث بالأسانيد مجموعة من الأحاديث بالأسانيد وهي 2300 أو شيء من الأحاديث هذه ذكرها بالأسانيد هذه كلها صحيحة بلا خلاف بين أهل العلم إلا حديث أو حديثان تكلم في بعض العلم ورد عليهم آخرون فهذه كلها صحيحة هذه الأحاديث ذكرها البخاري في الأسانيد غير صحيح شعرفين وتأتركم آخر فترة عثمان عم بيرقع صار هاي عم بيرقع عثمان مو كل شيء موجود بصحيح البخاري ومسلم صحيح في كتير أحاديث عليها اختلافات مو بساريح مو بس اللي قال هو حديث واحد أو اثنان أنا متذكر ببالي اثنين أول واحد كان يخلق الله لأهل الجنة ناسهم ولأهل النار ناسهم وقت البخاري بيكتب أنه بالحديث قال الله عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام أنه الله يوم لإيامة لأن الجنة لحتى تمتلي وجهنم لحتى تمتلي الله بيخلق لجهنم ناس أما للجنة فلها من دخلها فلها ناسها بمعنى أنه ما بيخلق شيء لأهل الجنة لكن بيخلق الناس شغلتهم بس يفوتوا على جهنم هذا كتب البخاري فالناس هل استعادت أنه في شيء غلط الله ليش لا يخلق كيان يعطيه وعي واستيعاب وتجربة بشرية هو شغلته بس لأنه يروح على النار حتى يمتلع النار هذا الحديث نفسه فيضعوا قدمه عليها فتخرص فتقولوا شو كانت عن عن أو زنة زنة أيكش يكلمة بتضحك لغويا فهذا الحديث غلط لأنه المسلم بيقول عكسه المسلم بيقول لا يخلقوا للناس للجنة ناساً ولا يخلقوا أحداً للنار فهم في غلط عنها بين الاثنين وفي عنا حديث ثاني كان بالقرآن والسن معروف أن الله خلق الكون وما فيه وخلق السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام لكن في عنا حديث بأنه بيوصف أنه الله حرفياً كل يوم إلى وظيفة بيوصف أنه الله خلوهم بسبعة أيام وهذا يجب يكون شيء واحداً بيناتهم تشوفوا هذا الحبيب أصدقائي وهذا حدثني اللي ما يسمى لما يقال حدثنا معناته حديث صحيح هاي القاعدة تبع البخاري ومسلم حدثنا فلان فهذا في عنا معلقات في عنا الأسانيد المقطوعة في عنا المجهول السند في عنا ما يسمى بال شو كانت الكلمة تبع بلغنا شو كانت كلمة المبلغات يمكن بيقولوا أحاديث المبلغة أو هيك شي هذو أحاديث يمكن الطعام فيهم يعني لأنه هنا بيجيبوه استشهادات ما بيجيبوه حديث لكن حدثني أو حدثنا هذا الحديث صحيح فحدثنا فلان فلان عند وين عن أبي هريرة هذا الحديث أبي هريرة أصدقائي هذا اللي أبو هريرة يعني ما عليه نقاش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي والآخرية خلق الله عز وجل التربة وخلق ادم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلقي وفي آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل هذا الحديث بصحيح مسلم أصدقائي هذا صحيح مسلم وإن مشكل بهذا الحديث إنه إذا منعد هاي الأيام خلق الله السبت بيبلش السبت إمتى بينتهي الجمعة معانا تسبت أحد تنين ثلاثة أربعة خميس جمعة سبعة أيام لكن إذا مروح القرآن منلاقي بأن الله خلق سمعته أعظم بينهما في ستة أيام فهذا الحديث عن الرسول بصحيحة بخاري غلط What do we do with this اللي صار بهذا الحديث أصدقائي إنه ما منلاقي له إجابات أو طعن غير عند ناس مأوية قلبة على الصحيحة بخاري ومسلم Extra days أخذ أخذ extra day فمنشوف إنه الناس اللي ما بتسترجط الطاول على التواتر الإسلامي ساكتين عاملين حالهم كأنه هذا الحديث مو موجود لكن الناس اللي بتعرف وما عنده مشكلة إنه تجاوب الصحيحة بخاري ومسلم جابونه قالوا له غلط هذا الكلام ومشلهم سبعة أيام والله ستة أيام يعني الله هو لحدد أسماء الأيام لا أي عربياً كانت محددة سابقاً لغة لا تحسب يوم الجمعة لأنه مخصص لآدم يعني هو آدم يسبب من الخلق هو خلق الكون وما بينهما كله بيناتهم آدم وحواء ما بعده حواء فنعم هذا بصحيح مسلم اللي اليوم العالم تطعم فيه وموجود حتى بالبخاري حديث بالبخاري لكن ضعيف بنفس الوقت أوه تعووا شوفوا على المنظر شوفوا على المنظر ها؟ هذا الموقع ترى التحقق من الحاديث عن أبي هريرة البخاري مرفوض هذا الحديث ضعيف معلول والصحيح قالنا هو من قولي كعب هذا كعب التهمو يا هاي الطريقة يا هاي الطريقة اللي يردوا فيها المتأخرين يعني هن مثل ميناء نحنا عم نحكي عن ناس عاشت بزماننا مثل الألباني وغيره شو قالوا لك؟ هذا الحديث الأساس تبعه ليس أبو هريرة وإنما كعب كعب بن شغلك كعب الأحبار بيقولوا هذا ليس لأبو هريرة منفوت من لاقي بخاري وضعيف بنفس الوقت So yeah That's weird البخاري يفترض ما يكون فيه ضعف أكمل أخي البخارية رحم الله تبارك جمل صحيحه بأن وضع عنوين لكل حديث عنوان أو ليس لكل حديث لكل باب لكل باب وضع عنوانا وكتابا كتاب الصلاة يعنيه وجعله أبوابا وجعله تحت كل باب مجموعة أحاديث أحيانا البخاري يأتي بتقوية لأنه نركز على القضية الفقهية في الحديث فيأتي بأقوال لبعض التابعين أو بعض الصحابة أو أقوال منه هو يشرح فيها الحديث أو يقوي فيها الحديث وأحيانا يأتي بأيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن غير مسند فيذكرها من ضمن الصحيح هذه ليست من الصحيح هذه مع هاي ما حدا بانتقده صديق عثمان هاي ما حدا بانتقده لأنه ما فيها حدثنا البخاري بيقول لك حدثنا عن عنه رسول صلى الله عليه وسلم قال واحد اثنين ثلاثة فمن بعد بيقول بشرحه أو بتفاسل أو بإضافات قد يكون واحد معنا اثنين لكن ما بيقول حدثنا فإذا ما في حدثنا ما حدا بانتقده لهذا الحديث مع الصحيح وليست من الصحيح منها ما تسمى بالمعلقات ما تسمى بالمعلقات علقه البخاري أي لم يذكر لم يذكر إسناده وكل ما لم يذكر البخاري إسناده فلا يعد من صحيح البخاري ولكن يقال مع صحيح البخاري هذا الآن الذي بيدي ما هو هذا القرآن الكريم أنا لو فتحت هذه الصفحة ما هذه هذا هو القرآن الكريم صحيح طيب الآن هذه الصفحة هل هي قرآن الكريم لا ما هذه هذه مع القرآن وليست من القرآن كذلك افتح هذه الصفحة تعريف بالمصحف هذه كلها ليست من القرآن وإنما مع القرآن كذلك لما تأتي إلى هنا مثلا فهرس القرآن الكريم هذا ليس من القرآن وإنما مع القرآن تأتي القرآن نفسه داخل هذه الحزب والربع ورغم الصفحة وهذه ليست من القرآن وإنما مع القرآن وكذا مقدمة المصحف هذه الصفحة وهذه الصفحة كلها مع القرآن وليست من القرآن كذلك البخاري الطريقة اللي بيحكي فيها ويخلي الناس يعني يجاوبوا معه صحيح البخاري يكون فيه هذه المعلقات وهذه الإضافات التي أضافها البخاري لكن كل أهل العب متفقن هذه ليست صحيح البخاري وإنما هذه معصة فأهل الباطل وأهل الزيغ وأهل الضلال يأتون إلى هذه المعلقات وتعني يقول شوف في صحيح البخاري هذا ضعيف هذه ليست من الصحيح الصحيح المسند الذي فيه أو ما حدا بانتقد المعلقات والأشياء يسمى استشهادات لموجودة بالصحيح البخاري اللي بانتقدها بضيع وقت فعلا بيكون هنا واضح فرق بين حدثنا وبين رأينا للبخاري لكن الانتقاد هو للبخاري الأساسي خلاص في فيديوها خليك أمره بعد أولها حدثنا إذا قال حدثنا فهذه صحيح البخاري إذا قال قال ابن عمار قال رسول الله قال صلى الله عليه وسلم قال مجاهد قال مالك بدون ما يقول حدثنا هذه ليست من الصحيح وإنما أضافها البخار لتقريب المعنى أو لزيادة الاستدلال هذه لا يجد أن تنسب إلى صحيح البخاري كذلك البلاغات لما يذكر البخاري حديثهم يقول وقال فلان بلغنا ما فيها حدثنا بلغنا هذه أيضا ليست من الصحيح وإنما أضافها الإمام البخاري لينبه عليها وكذا الأمر يسمى صحيح مسلم فننتبه لهذا لكن صحيح مسلم ميزته أنه لم يضع أبوابا ولم يضع معلقات إلا نادرا صحيح مسلم إجا بعد البخاري هو كان نعمل عنواع محاولة تهذيب البخاري لكن على أد ما كان مقدس البخاري بوقته بسبب الضغط السياسي لضغطوا الدول على الناس أن البخاري يعني البخاري حيعملوا حسب من القرآن لأنه أصلا مفهوم أكتب من القرآن فبسبب هذا الضغط مسلم ما قدر يلعب لعبة أنه ينتقده للبخاري وإنما عمل شي مهذب أكثر من البخاري يعني لما اتكلم أنت عن البخاري 1630 معلق وضعها مع الصحيح مسلم 12 معلق يعني قليل جدا ما في مقارنة بينهم فالبخاري أراد أن ينبه إلى مسائل فقهية ذكرها مع الصحيح لا 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 يوجد اكتصالات لسنطاق يجب أن يقال أنها من الصحيح فننتبه لهذه القضية شكرا عثمان والله أعلم الله أعلم نعم شكرا صديقي غلط هذا الكلام حتى خصوصا ما بقول البخاري البخاري كان عم بحاول ينوه ينبه مو لأنه هذا الشيء ما له استنتاج منطقي أو فلسفية لا لأنه البخاري الانتقاد الأساسي رقم واحد هو أنه ما جاب آلية العمل تبعه أصدقائي نحن عم نحكي على واحدة من أكثر الشغلات اللي بيتفاخروا فيها الأخوة المسلمين بتاريخهم اللي هو علم الرجال اللي هو العلم يستخدموه اللي حتى يكون اللي هن النقضوا نفسهم بقولوا علم التجريح والتعديل أصلا اسموه كمان اللي هن النقضوا نفسهم بنفسهم لحتى يكونوا أم صريحة وصادقة مع نفسها فنحنا لما بنجي عند البخاري اللي هو يفترض النتيجة زروة النتيجة تبع علم الرجال والدقة والصدق شو منلاقي؟ منلاقي أنه البخاري ما عنده مقدمة بكتابه كتاب الأساسي الموجود اللي عندنا من البخاري اللي افترضه من البخاري نحن هم نعرف الكتاب شو ما كتوب فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا ما في عنا مقدمة حتى يشرح لنا البخاري نفسه هو كيف جمع الكتاب والروايات عن كيف جمع الكتاب متناقضة وما هدا فهمها الناس بتقولك سمع كلام أستاذه فقال أستاذه للبخاري بيوم أيام والله لو كان بيننا ما نستخرج مختصرا فهو طلع بنتيق فكرة المختصر ما هدا بيعرف كيف فاللي صار أنه البخاري فجأة في ضغط سياسي بحقبة الزمنية تبعه من الدولة والحكومة الحكومة بين قواصين يعني من الدولة الإسلامية على المجتمع أنه هذا هو الشي الصحيح تماما مثل ما عمل عثمان بن عفان لما حرق المصاحف وألغى آيات من عنده ورمل حفظت القرآن وقال له انت خلوا قرآنكم بيدكم وكتب القرآن هو جمعه على كيفه ووزعه على مصر وعلى ما كان في مصر وما كانوا هنا يعني ووزعه على الشام وعلى البصرة وعلى على نفس اللي عمله تمام فجأة الحكومة طلعت بكتاب اسمه البخاري وقالت بنا هذا هو الكلام الصحيح وكل شي عنكم ياكب بوبلز بالع ليس صحيح طيب شو الآلية لاستخدامها البخاري ما حدا بيعرف بيقول له لك لا نحنا بنعرف شو هي كذب هذا هذا الجاهل الملحد نحنا استنبطنا من طريقة عمل الأبواب آلية جمع البخاري بمعنى انه ما شرح البخاري هو شلون جمع الكتاب نحنا قرينا الأبواب طبع شلون نفصلها وقررنا نحنا نفسر كيف هو جمعها الحقيقة ما عندهم تفسير ما حدا بيعرف كيف بخاري جمع كتابه وهذا بيدعم نظرية المؤامرة الإسلامية اللي هي انه أصلا كتاب البخاري هو حركة سياسية أكثر ما يكون حركة دينية يعني وكلمته انه ما فيه أخطاء فيه أخطاء فيه كتير أخطاء مو سدر الحديثين جبت لكم ياهون بتكون تسمعوا حدا مختص بالأحاديث ويكون نفس الوقت ناقد للدين الإسلامي يشرح لكم الأخطاء الموجودة بالبخاري